بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على محمد وآلي محمد اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك بيها فضلا وليس أمرا يدعموني بلايك واشتراك على مجدد القناة تصعد وتنجاح وهي قناتكم بالتالي اليوم الروتين ماتي مليان شوال مليان أنا جيتم جهز هنا أول ما شفته بالفيديو كلية شجن شاويتها وهذا الوقت أنا جيتم سوي كيكة ومخلتها بالفرن فعندما تستوي الكيكة قلت أجهز زبعة طاولي حتى أول ما تطلع الكيكة أخلي هذا الطاولي أخلي بالفرن هالطريقة بلك ليش هيموم السويت هاي بس طحين لكل ثلاثة كوب طحين واحد كوب دهن جنة أنا أستخدم دهن جنة مع بيضايا واحدة مخفوقة مع خل أبيض ونصف كوب تقريبا مي أمرات تأخذ أقل حسب نوعية الطحين هنا هذا الطريقة بتشكيل الورقة دائما خاصة لبعت بالانستجرام هو يبدو أن تكتبون شون شكلين الورقة هذا شكل الورقة عندي طريقتين طريقة بس تشينة وطريقة بالمقص فالطريقتين واضحات يومكم إن شاء الله بالنسبة للبعت اللي ما يعرفون يسوون طريقة الورقة اثنان ما أستخدم بعض ستشين القسم للنص هي بنفس المقص وأسويها أهم شيء المقص هذا خاص بس ألكم للمطبخ وتستخدم أي استخدام ثاني هاي الطريقة قلتكم هالك ليشة ثلاثة كوب طحين كوب واحد من دهن جنة ظرف واحد بكم باودر ظرف بانيلا خاشوقة ما الأكل الهيل طبعا البانيلا الهيل لنكهات أخرى حسب رغبتكم هالك كلها حسب رغبتكم المواد الأصلية ماتها بكم باودر لو خمرة لو خاشوقة خمرة ما الأكل لو ظرف بكم باودر لكل ثلاث أكواب من الطحين هل ستلاث أكواب طحين كوب دهن جنة نص كوب أو أقل مي حسب نوعية الطحين بيضة واحدة أخلطها مع خل على منتوحر الزفرة البيضة أضيفها قبل المي قبل لاعج بالمي إذا عدتكم خابط أبيض يكون أفضل وإذا ما عدتكم عادي وم مشكلة رشة ملح أهم شيء أخلي على المواد تجافة إن شاء الله أنا مسؤولتها لكم نزلتها بالقناة وهم أن أنزلها بالجديد هنا أنا جاي أطبع الباقيات طبعتهم طبع على مود السرعة منكملت جيت على الكيكات الحمد لله والشكور لقيتهم مستويات الكيكات يعني هو مقدار واحد قاسمت على ثلاث قوالب نفس القياس لأحتاجهم عن متبرد أسرع لأن صراحة أن هذه الكيكة عن طلابيتها جدت متأخر مو من وقت فعادي اشتغلتها هنا أنا أتحن الفوق لوجه العفو أدي هنا بالبيض طبعا هذا روتيني قد خلي أصوره إليكم نشتاقيت لكم حيث فقد خلي نزلكم فيديو جو سامنتم مشتاقيني قد خلي نصوره إليكم الروتيني مات الشغل هنا بعد ما طلعت الحرارة مالتهم أغلفهم بشيز نايلون أوديهم مين بالمجملة أو بالفريزر عمدي بردون زيان عمدي أشتغلهم وهنا نشوت وكملت الطاول مات الكليشة و أخلي ويجة محتة وبعدين أوزن هنا ما طلعتكم طريقة توزين مالتي اللي أوزن بها هنا استخدمت الكريم باسترشيف اسم هذا باسترشيف تقدرونوا توقفون الفيديو تأخذوا لقطة الشاشة طبعا هال الكريم راوعة لكل كوب كريم أستخدم كوب إلا شوية مي بارد ومثلج بس ما بيثلج يعني شو ما نقول مجرش وخليت نكهة أضافت النكهة هذا اختياري من عدكم أول شي طبعا أنا ما عندي عجان صغير أنا عجانتي شبيرة 30 لتر صناعية فالكريم شوية كوبيا ثلاثة كوابة أربعة كوابة ما تخفقهم أبد تخفق لي من كيلو كريم يعني كيلو كريم أضيف لترين مي فهمت القصد الشيون فصري ثلاثة لترات تقدر تخفق ثلاثة لترات أقل من ثلاثة لترات تخفقهم بس مو زين ما تطلع الكريمة زين لي أحتاجها آني للشغل فأطر أستخدم الخفاق اليدوي الكهرباء هنا أنا عندي شوية هذا المروار الشفاف أخلى عليه شوية كريمة أحتاجها على مدل الكتابة يعني أنا أريد أن أكتب في هذه الطريقة والباقي رح أضيف عليه خشو كثير من كاكاو الباودر هذا كاكاو داكن كاكاو أنواع كاكاو لون عادي لون كاكاوي كاكاو داكن كاكاو فاتح كاكاو داكن كاكاو فاحم الفاحم يصير لون حل أسود يعني هاي كمية الكريمة نص خشو بس سوي جوز طوح بس مو دائما ألقى صراحة الفاحم يكون شحيح بالسوق مو متوفر هواية جئت هنا أنا قسمتها ثلاث أقسام بس أشيل الطبقة الفوق هاي شوية الفلتة تمنعتها عاد نلزكها بالكريمة مو مشكلة أشيل بس الطبقة الفوق لان الطبقة الفوق تكون شوية يعني مستوية فما تمتصل الكريم ما تمتصل على المواد مالتها فشوية يصير يعني شون ما طيبة أشيلها خليك توفي وخلي جوز وطبقة كريم لخ وأجيب الطبقة الوراء وهكذا يمكن أنتم شايفيني الخاصة متابعين القديمين يعرفون طريقة طريقة التحشية ماتي بس متابعين الجدد ما يعرفون طريقة الحشوة ماتي أنا يعني أكو ناس ترغب حشوة واحدة حسب السعر يعني كل واحد يريد بسعر فأكو ناس يقول لي قليل من السعر وسوي لي حشوة واحدة وأكو لاعتهم عادي مثل هاي الكيكة هالقد أنا من خلية تكون بها حشوة تين توفي وجوز أو حشوة فواكه ثانية إذا رغبوا وبهي تسعر يقول لي عادي وأكو بهم لا يقول لي احنا نريد من الطبقة حشوة وحدة وعلى موجة السعر يكون أقل فكل واحد وحسب يعني حسب امكانيته فهنا أظل يعني أسقل بيها الدائر أو شي أغليفها تغليف مبدئي يعني مبدئيا أغليفها تغليف عادي بعدين أسقل شوية ناعم فهاي راح أغليفها بقناش آني فما يحتاج من فوق أتعب عليها بس من الدائر راح أسقلها في هذا المشط أو هذا السباتول الزجزاج هنا أنا طبعا أكل تليفون ثاني جاي يصورني يعني حتشيت هنا يعني تليفون ثاني دا وضح الشغل أنا نزله بالإنستجرام هنا القناش هذا نفس القناش اللي استخدمه تحت عجينته السكر بس مخففته بزيت أهم شي بتخفيف القناش نوعية الزيت لازم تكون نوعية الزيت منتازة ما يصبح يخفف بزيت عادي هذا البريحة الأوميغا يخرب الشغل كله الكتاب العبارة رادوها كتبناها والشغل والأشياء هاي الدزاين الأخير هذا كله آني يعني آني من عندي آني سويته على ذوقي بس الكتابة هم هيت شرادوها عجبتهم الحمد لله وشكر وحبوا طعمها وقالوا عاشت إيديت وطعمها يجنني هنا نوصل نهاية الفيديو أرجونا نستمتع تويايا ومع السلامة